السلام عليكم و مرحبا بكم في فصفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نديروا مطلوع بونارين يعني هاد المطلوع يجيخ في فريشة بزاف بنين و ساهل مافيش كامل مقادر غي شوية فارينة و شوية تعلمه و انتي خدمته ما تدلكي ما تعيي روحك نبدأ و بسم الله عندي اللحنة الكاس اللح نختم به هادة 240 ميلي لتر وش راح ندير راح ندير ربعة كيسان انا اللحنة هاد الكميه حتخرج لي زوج خبزات ملاح يعني كبار ماشي صغار انتو ما اذا حبيتو ضعفوا المقادر ديروا حسبكم بلي كل زوج كيسان تاع الفارينة راح تخرجي لكم خبزات تكون كبيرة و ديروا حسبكم نضيف عليهم مغرفة كبيرة خميرة الخبز و نزيد مغرفة كبيرة تكون ممسوحة سكر عادي هذا وش فيه يعني شوفوا مقادر بسيطة جدا والنتيجة روعة نخلط كامل كيف كيف البنات اللي يحبوا المطلوع بسميد و فارينة يقدروا يدخلوا القناة يعني ديرا بزاف انواع تاع المطلوع راح نضيف عليهم الكاس الاول تاع الماء شوفوا اللي ما يكون دافي يعني بينه بلا كو تديروه سخون و بلا كو تديروه بارد بارد الخبز تاعكم و المطلوع ديه كم ميت لاش كيكون سخون راح يكسر لكم كامل هاداك الخمور اللي احنا زجبت الكاس تاني شوفوا بهذا الشكل يعني اللي احنا قدرت تزوج كيسين تاع الماء الكاس اللي اولاني زجت الكاس تاني و نجي اللي احنا بدا نخبط فيه هادا الكاس تالت البنات الكاس تالت راني نخدم فيه يعني يعني نضيف بشوية و نخبط لازم تديرو هادا العملية كي تبقوا حكا تخبطو فيه وش راكو تديرو رانان كي ما نقولو نشكلو في هادو كل الخيوط ليجو داخل المطلوع باش المطلوع ديه انا كي نقطعوه نلقاو فيه خيوط الداخل شوفوا اللي هنا يعني خبطو مليح و وش راح ندير راح نغطيه و نخليه حوالي عشرة دقايق بعد ما مرت لي عشرة دقايق عاوت وليت ليه دوك نبقى نضيف له فلمة غير بشوية يعني شمخ يدي بكمية تكون مليحة تعلمه و نقعد نخبطو هادا العملية راح نديرها تلات خطرات يعني هادا الثانية زي نديرها الخطرات الثالثة و اذا لاحظتو ما ضفتش كامل الملح اعلاش الملح ما ضيفوش مع اللوة اللي بنات حيخسر لكم و لما شي خسر اللي بنات راح ما يخليش المطلوع التاعنا يندلك كمليح يعني انتع بكريكن و دايما نخلو الملح هو اللي خراني باش يديروح شوفو زيت تدربتها مليح نزيد نغطيها و نخليها للمرة تانية حوالي عشرة دقايق اللي احنا بعد ما مرت لي عشرة دقايق شوفو زيت اللي احنا خبطها بهاد الشكل هاكا و نشم خيط دي و راني نخبط فيها لازم ديرو هاد العملية هاكا و نزيد نغطيه و نخليه للمرة تاليتا بعد ما مرت لي عشرة دقايق شوفو هنا لسق لي كامل في هديك طرشونة مل أحسن ديرو ساشي و باديرو طرشونة بش ملسق لكم شفيها في هاد المرحالة نجي ندير الملح ديالي ضفت مغرفة صغيرة مملوئة جدا تاع الملح و نبقى نضيف هكا الماء شوية تاع الماء لازم نحل هادك الملح مليح في الماء هاكا و نبقى الهنا ندخلو في هادك العجين ديالي و نخبط شوفو والعجينة كل ما تخبطوها كل ما توليه سهل للبنات شوفو اللي هنا تبطلقوها بدت تدير فحد النبولات بها الطريقة طريقة بسيطة سهل ماهل لبنات و تمتم يوجد مش كماتع السميد ولا نقعد عند الكوفة هادا السهل ماهل شوفو اللي احنا الماشحة الخدالي خدالي زوش كيسان و هادا الكستالت خدالي منه اربع كاس يعني زوش كيسان و اربع كاس نجي اللي هنا انقطعو على تنين شوفو اللي هنا كدرت له الملح و كلش ما خليتو زاد خمر خليتو غيرها كشوية قسمه وجدت بابي كويسان و سوال حلوخرين و عاوت وليت ليه شوفو اللي هنا تعاونوا روح ديكم دايما بالماء لازم و نجيب اللي هنا البلاتو اللي هنا درت فيه السميد متوسط هادك اللي رايح لرطب اللي بنات اللي احنا نعطيكم واحد الملاحظة هو في الاصل يتخدم في السميد الرطب كامل هكا باش يجيكم رطب من فوق و ما يجيكمش دير هاديك القشرة من فوق تاع السميد المتوسط ما انا في الدار ما يحبوه ليش كامل هكاك ما يحبوش يشوفو هكاك الرطب كامل يترعد يحبو هاديك طبقة تاع السميد انتو ما لكم الاختيار كي ما تحبو حبيتو تديرو التقيق للرطب كامل يجيكم كامل يبوجي وحده وحده حبيتو تديرو هاد سميد المتوسط يجيكم حاكم روحوا من الفق ومن الداخل خفيف بزاف يقعد لكم جبت له هنا بابي كويسون هنا لش استعملت بابي كويسون يعني اسهل طريقة و اي وحدة جامي خدماته رح تخدمه عاوني روحك بالبابي كويسون ما رحش كامل يجيك صعيب شوفوا اللي احنا رح انقطع هذاك البابي كويسون يعني ننقص له هنا عاوت وريد لكم الماء شوفوا نفس الطريقة بالنسبة لخبزة التانية شوفوا ش حرة هم تلوق هدي هي النتيجة باش تحصلوا عليه يجي خفيف من الداخل ويجي كامل متقب من الداخل انجي له هنا ستحطيت بابي كويسون زيت نحط الخبزة ديالي بكل سهولة ونقرصها تحبوها خشينة متقرصوها ش بزاف تحبوه يجيكم رقيق قرصوها تكون رقيقة اللي احنا بعد ما قرصتهم في زوج وش رح ندير رح نغطيهم ونخليهم يزيدو يخمرو مي وشنو ما خليهم شي يطولو بزاف شوفوا هدو كل نبولات اللي دارهم اعرفوا بلي الخبزة تاعكم هراهو ناجح خليتهم حوالي هكاك عشر دقايق عاوت توليت ليهم نبدأ باللولانية شوفوا لحنا ترفضوها هكا بالبابي كويسون تجيكم بزاف سهلة عندي اللحنة طاجين تاعطين أنا طيبته في طاجين تاعطين وانتو ما تقدروا تديرو طاجين تاع الحديد يقع طاجين تاعطين احسن نتيجة احسن نجيب اللحنة هديك المطلوع ديالي نحطو بهذا الشكل لازم تغطيوه النار هراهي فوق المتوسطة بشوية غطيتها بهذا البلاتو ونخليه هي طيب من اسرار ناجحوا هاد الخبز متخلوه شي يطول في الطاجين لبنات متخلوه شي يطول بزاف هكا قغير شوية نحيوه كي تشوفوه بداها كي يديرو حد النبولات وبداية تنفخ شوفوه من التحت باللي حمار لكم طاجين لازم يكون سخون مليح نحيوه وديروه هي طيب في الكويزين ياغ من الفوق هكا بش ميجيكم شيابس شوفوه نرفضو بكل سهولة نديرو في بلاتو كي ما راكو تشوفوه روح نشعلو الكويزينيه من الفوق ولا الكوشة من الفوق وش عندكم ديرو اللي هنه درت الخبزة التانية شوفوه هنه يا راهو في الكوشة راهو يطيب من الفوق وشوفو الخبزة التانية شوفو كيفاش جايب يعني باين باللي فارغ ولا هغرت حسبوه باللي راكو طيبوه في الخفاف شوفو خفيف ريشة ريشة البنات شوفو يعني بركة ناكي درت له السميد متوسط اللي جاي حاكم روحو من الفوق لو كان درت له السميد راح يجي يترعد كامل وحده وحده شوفو فارغ كامل لهنا ما حبيش نحيكم بابي كويسون باش شوفو كيفاش يتنحى بكل سهولة شوفو كيفاش يطيب اراهو خفيف في دي اهو كامل يبوجي شوفو ما زالوا سخون كدخلوه يبرد زيديولي الطري زيادة ونجي لحنا نقسمه لكم شوفو الموس يعني في التقطع تعلموس تعرفوا الخبز اذا خفيف ولا لا لا راه يجوز تمتم وتاني هاد التوقوب شوفو يعني يمتقب من كل جه شوفو وش حال خفيف انت الصورة راه يتوضح ومازالوا سخون لبنات وهذا هو الشكل نهائي لوصفة اليوم اللي هي مطلوع بونارين يعني بونارين يطيب على زوج يطيب في الطاجين ومباك يطيب في الكوشة ولا في الكوزين يغم من فوق ولي حبي يطيبو في الكوشة ديراكت يطيبو ولي حبي يطيبو في الطاجين ديراكت يطيبو البنات وهذا هو شكل ديال وشوفو شحال خفيف بزاف خفيف دوك نقسمه لكم من الداخل روعة شوفو كيف نقسمه كيف شي يجي من الداخل يعني يراه باعين وكي ترفضو خفيف في يدكم وفي الآخر مع لي يغنقلكم شكرا على المشاهدة إلى وصفة لاحقة إن شاء الله سلام